بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحلايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحلايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال الحمد لله الحمد لله الذي يجزي المتصدقين ويخلف على المنفقين ويحب المحسنين ولا يضيع أجر المؤمنين أحمده سبحانه أحمده سبحانه على نعمائه وأشكره على آلائه وإحسانه وأسأله أن يجعل عملنا في الخير ديما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب العظيم والإله الرحيم الجواد المحسن الكريم خزائنه ملأ ويداه صحاح الليل والنهار لا تغيدها نفقة أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما عنده شيئا فاسألوه من فضلي فإنه يغفر الذنب ويقبل التوب ويزحزه من النار ويورث الجنة ويحل الرضوان وما كان عطاء ربك محظورا وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي الأمين والرسول الكريم كان أجود الناس وأكرم الناس وكان أجود بالخير من الريح المرسلة وما سئل شيئا قد فقال لا بل كان يقول أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يسارعون في الخيرات ويتنافسون في المضرات فكانوا ينفقون مما يحبون ويؤهرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون أما بعد فيا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا فهل ترزقون وتنصرون إلا بدعفائكم فابتغوا بأموالكم الدعفاء والمساكين والمحتاجين فارزقوهم ترزقوا وارحموهم ترحموا وتاجروا مع ربكم ببرهم والإحسان إليهم فإنها تجارة لن تبوه فقد ذهب أهل الدثور أي الأموال من المؤمنين بالأجور والدرجات العولى والنعيم المقيم يصلون ويصومون ويتصدقون بفضول أموالهم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والدقى والعفاف والغنى والردوان والفردوس الأعلى ونعوذ بك من فتنة الفقر ونعوذ بك من فتنة الغنى 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 الله سبحانه وتعالى عليك كلم في دانينك ولي الله عليك كلم في دانينك ولي الله عليك كلم في دانينك كل شيء إنها لك إلا وجها دان تانفنة الجلي ن testing دان تانفنة الجلي ن تانفنة داني مسا كلم في دانينك إن SAS نمKN السبحان الخالك إن سنمان إن سنين ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نحن 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 هذا الارج عندنا سمع جز noise ان تكون العليقيا مجمع بها عن فرقا من الكثير عن 機 تعترف على المحرك والتض moltofounder اتوقع هذه اليوم من تأكد و ما ت اابمOYن Daar أود إ sunt jeون ن faim نص فالت dragged hinge 自由 في نLooking جيده اجلو البشر الهدف بوطيو الهدف بوطيو الهدف درس تحصل على أن بمكراك بإعادة نزد المستقبل إعادة نزد المستقبل إعادة حيث في المستقبل للتحديث سيكون عندما يؤثر على ان تجمزت إجاء الشاش سيطنة سيكون عندما يقضب مستقبل للمستقبل وإذا كان عذاب تدد أن تجمز فراد الحياة سيكون عندما يجب أن تجمز وقته مستقبل للغاية ... ... لا أوله هل لا يعتقد أنه على الأولى فهو يقول لنا فهو يقول لنا كأن شيء ، يقول لنا هناك يكون هذه في المسيح أشكرا لن يكون لنا فهو يقول بطمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعقار من ترجمة نانسي قنقر ومن قبل أن نغذر لدينا مدينة فقط لا ننسبل هذا ليس مدينة سنوات ترين أن الحياة في ذلك التنغذر سيديم هذا ليس مدينة ساهم ذلك ترينم هذا ليس مدينة أرهب موتر أرهب كما الآن أنت عشر في هذا المسكل نظر أنت عمل أن الحديث في هذا المسكل أربعين من كبيرنا تنظر وظائفون من أربعين تنامين من أكثر ووظائفون أكثر تنظر وظائفون في هذه التعايقات لعبائك هل تحقيق لكتابة استطعر في حلوظة الموضوع لعبائك هل تحقيق لعبائك هل تحقيق لكتابة استطعت لا تعلم أن الشيء المنسية لكتابة استطعت في حلوظة المنزل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونستغفروه من يتعي الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وعنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر وارضى اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارضى اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحمي هوزة الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبارضك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيام بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا